هياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الحوارية الجديدة من ملف مغلق راح يكون ملفنا اليوم أحبة المشاهدين عن زيارة لويد أوستين وما بعد هذه الزيارة أو أبعاد هذه الزيارة معلنة غير معلنة الرسائل التي عرضها أوستين على المسؤولين في الحكومة العراقية هل كانت شروط طلبات كيف تعاملت معها الحكومة والطبق السياسية بشكل عام أحبة الكرام كل هذه الأسئلة سوف يتم مناقشتها مع الأساتذة الأستاذ الخبير استراتيجي سيف رعد حياك الله أستاذ سيف حياك الله أستاذ رسول عليكم وعلى جميع متابعيكم الكرام وضيوفك الكرام وأيضا الأستاذ محمود حميد من المكتب السياسي لحركة نازل آخذ حقي إذا جاهزي أنا أستاذ حياكم الله أستاذ وأحيي معك ضيوفك الكرام حياك الله وأيضا سيد فرات الشرع عبر سكايب من محافظة البصرة بس يجهز خلي نبدي مع الأستاذ رعد أستاذ رعد رح أدو ياك بالسؤال اللي يعني دائما العراقيين بدوا يعني تناقلونه ويداولون بكثرة وهو هل كانت زيارات الميدانية للسيدة السفيرة الأمريكية قبيل زيارة أوستين هل كانت هي يعني تهيئ أو تهيئ لهذه الزيارة تفضل الأستاذ سيد أشكرك أستاذ رسول حقيقة يعني السفيرة الأمريكية ولا يخفى على أي أحد عراقي صغير أم كبير تحركاتها الأخيرة أثارتها بجدل كثيرة ويمكن أن يمراقب تحركاتها وتغريداتها وفي آخر شهر تقريبا إلى شهر ونص أطلقت هاشتاغ يسمى الشراكة الأمريكية العراقية الشاملة وهذا الهاشتاغ اللي ما انتبه عليه الكثير من العراقيين ما هو طبيعة هذه الشراكة إذا كانت سيادة السفيرة وسعادة السفيرة تتكلم عن الاتفاقية الأطار الاستراتيجي فنحن نعرف شنو معنى الأطار الاستراتيجي وشنو الفقرات التي وقعها في وقتها السيد نوري المالكي عندما كان رئيس الوزراء لكن اليوم السفيرة تتكلم عن الشراكة الشاملة وهذه الشراكة الشاملة نشاهدها على أرض الواقع هو التدخل السافر في جميع مؤسسات الدولة وفي جميع عمل الوزارات وأيضا السلطة التشريعية الخاصة بمجلس النواب وتتابع كافة أعمال الوزراء والوزارات وإذا نشاهدها آخر ظهور لها كان ظهور رياضي في مسيرة في قليم كردستان مسيرة في جبال قليم كردستان مسيرة رياضية بيوم الرياضة وبيوم المرأة وتلقيها في كل المحافل هي موجودة على كافة الأصعدة هل هذا هو وصاية جديدة؟ هذا رد نسألها لسيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وأيضا لرئيس الحكومة هل هناك اتفاق جديد وقعه العراقيين بما أنكم أنتم تمثلون السلطات الثلاثة في الحكومة العراقية هل هناك اتفاق شراكة لا يعرفه العراقيين؟ هذا السؤال يجاوب أحد المسؤولين ونتمنى صار تقريبا شهر ردنا أحد يدخل ويشرح لنا شنو اللي يدي يصير بخصوص موضوع الشراكة أما زيارة أوستن فهي زيارته كانت رسالة واضحة للحكومة وأيضا لجمهورية الإسلامية الإيرانية وأيضا للمنطقة والزيارة جاءت بعد زيارته لإسرائيل ومصر والأردن ممكن هناك كانت زياراتها معلنة لكن الزيارة الغير معلنة كانت في بغداد وأعتقد كانت وراءها أسباب أمنية حسب ما سمعت من الوكالات الأمريكية اليوم أوستن إذا نريد نجي نشوف ليش هو موجود حاليا في هذه الفترة وشنو طبيعة زيارته لازم نعرف استراتيجيا من هو أوستن وشنو معرفته في الشرق الأوسط الجيش الأمريكي ووزارة الدفاع متكونة من رئيس الكان ووزير الدفاع وهذه وزارة البنتاجون لديها ست قيادات موزعة على كافة العالم طبعا القيادة اللي كانت أكبر قيادة في هذه القوات هي في منطقة الشرق الأوسط وهي تحتوي على أسطولين الأسطول الخامس في الخليج العربي والأسطول السادس في مياه البحر الأبيض المتوسط هذه القيادة أكبر قيادة كان يقودها لويد أوستن وعندما كان يقود هذه القيادة وقبلها كان هو المسؤول على قيادة تحالف في أبان غزو العراقي عام 2003 فتسلسل في المنصب لحد ما أصبح قائد لقيادة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وهذا معناه هو يعرف من جابوخ الله وزير يعرف خبايا الشرق الأوسط ويعرف ثغراتها ويعرف أنظمتها السياسية كاملة لهذا من اختار وايدين في هذا الوقت يعرف بأنه الخطر وهناك قد يكون سيناريو معد للشرق الأوسط ولا يستطيع أن يدير هذا الشرق الأوسط سوى أن يكون شخص يعرف بماضي وتاريخ وأنظمة الدول في الشرق الأوسط وهو وزير الدفاع الذي نصبه في وقته اليوم هذه الزيارة أعطت رسالة أيضا للسوداني بأننا موجودين بعد عشرين سنة بعد عقدين من الغزو الأمريكي يعطي رسالة واضحة بأننا موجودين ولا زلنا ثابتين في الأرض هذه النقطة الأولى أيضا يذكر أستاذ سيف راح نرجع نكمل بس خلينا نتحول مع أستاذ محمود حميد أستاذ محمود يعني انطباعاتكم عن هذه الزيارة يعني هناك من يقول كان من المفروض استقبال وزير الدفاع حسب السياق المعمول بكل العالم أن يستقبل من قبل وزير الدفاع أو أي مسؤول عراقي هذا الحديث اللي تفضلت بي أنه لازم وزير الدفاع ولازم طابع بروتوكولي في الزيارات يمكن يكون طبيعي إذا ما كنا نتحدث عن العراق لكن في الحديث عن العراق وموقفه غير الواضح من أمريكا يعني موقف غير واضح هل هو محتل إلى الآن هل خرجت القوات الأمريكية بشكل مطلق هل أنهي الاحتلال طبيعة وجود القوات العسكرية الأمريكية على الأرض العراقية إلى غاية الآن يعني هذا إلى الآن لم يحسم بشكل واضح أو على الأقل لم يعلن يعني مو بس الزيارة غير معلنة بل شكل هذا الوضع العراقي الأمريكي هو غير معلن على مستوى السلطات العراقية على وجه التحديد السلطات العراقية لا تتحدث بشكل واضح عن ما هي الوجود الأميركي إذن لدينا خارطة طريق نتعامل من خلالها إليه الاتفاقية الإطارية هو هنا يجي التساؤل وأذهب أو أحب أستكمل من اللي توقف عند أستاذ سيف بصراحة أنه توقيت الزيارة يجي في آذار وأنتم تعلمون انطلاق الحرب في آذار وهذا يحدثنا عن عقدين طبعا على الغزو الأميركي على العراق والإطاحة بنظام صدام نعم كما ذكر الأستاذ سيف أميركا تريد أن تقول بأننا موجودون بأننا موجودون على الأرض وبأننا حاضرون ومو بس هايا أنا أيضا أقرأ هذا المشهد بأن القوات السياسية اللي ماسك بالسلطة حاليا كأنما أميركا تريد أن تذكرهم بشراكة ما قبل 2003 باعتبار متصدري المشهد حاليا هم نفسهم اللي يعقدوا معاها التفاهمات قبيل الغزو الأميركي وإجوا معاها وحكموا العراق بعد الثلاثة يعني نفس النخب السياسية ونفس القوات السياسية هي الآن موجودة في المشهد هناك رغبة أميركية بأن تعود بأن تسترد هيمنتها وسطوتها على الشرق الأوسط بعد أن خفت صوتها في ظلل التصاعد الصيني والتصاعد الروسي هذا الجو الاشتباك يعني صعود النجم الصيني والروسي في الشرق الأوسط هذا أعطى انطباعا أعطى مخاوف لدى أميركي من أن أهم مناطقها استراتيجية قد أصبحت بعيدة عنها أو أصبحت أكو تغير بالمشهد السياسي أقصد أيضا اليوم جنابكم موجودين أخوة أخرون من حركات ناشئة حاليا بالمشهد السياسي يعني أكو تغير ها هو هنا يجي الفرق بالحديث عن الحركات الناشئة أو بالحديث عنك حركات ناشئة ومدنية تمام هذه الحركات هي تلتزم خط المعارضة أنا أريد أسمع من جنابك عفوا وجهة نظركم هو هذا اللي جايك بي أنا حبيت فقط أعطف تحليليين وبعدين أعطي وجهة نظرنا وجهة نظرنا أنه نحن نعتقد نعتقد لا حديث عن السياسة الخارجية قبل تنظيم البيت الداخلي لماذا؟ لأن أنت أي اتفاقات استراتيجية خارجية أنت راح تذهب باتجاه تنفيذها في الداخل سواء كانت اقتصادية أو أمنية أو سياسية هذا التنفيذ راح يواجه عراقيل ومشاكل مادام بيتك الداخلي ممرتب ولما نقول البيت الداخلي ممرتب لا توجد إرادة سياسية وطنية مجمع عليها من قبل النخب السياسية الحاكمة في العراق لا تنمتلك سياسة خارجية مجمع عليها وطنيا نحن نرى هناك تشرذم للنخب السياسية في تعاطيهم الخارجي مع القوى الأقليمية والقوى الدولية هناك ولاءات متعددة تجاذبات متعددة ممكن تحدد استاذ محمود من السياسين الأكراد من الأخوة السياسين السياسية حلو على تعدد الطوائف السياسية أو على تعدد التمثيل السياسي للطوائف اللي جرى على عرف التوافق بعد 233 هو هذا اللي انعكس كل طرف من الأطراف السياسية عندما ينظر إلى التعامل مع الخارج ينطلق من مصالح الضيقة الطائفية ما ينطلق من مصالح وطنية لذلك قلت لك لما نتحدث عن سياسة خارجية بالوضع الطبيعي لازم نتحدث عن سياسة خارجية وطنية تتحدث عن مصالح الشعب العراقي كجماعة مواطنين بغض النظر عن طوائفهم وتتحدث عن العراق بوصفه وطنا جامعا لكل هؤلاء المواطنين وتقيس مصالحه والمصالح العراقية مصالح المواطنين العراقيين هي البوصلة المصالح الاستراتيجية للبلاد وأمن البلاد والسقلالية وسيارة البلاد هي البوصلة في تحديد مدى التقارب والتباعد مع أي طرف سياسي هذا لا يتحدثون عنه بشكل واضح نعم رح تكمل الفكرة بس خلينا نرحب بالأستاذ فرات شرع سيد فرات ويانا جاهز وبكم حياك الله سيد فرات هل جاءت هذه الزيارة سيد فرات أو واحد من أهدافه هو طمأنة حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة وأيضا لأخذ يعني تعهد بعدم التعرض لقواتها العسكرية من قبل يعني فصائل محددة السلام عليكم وعلى عظيمكم كرام متابعكم الأعزاء في كل مكان ورحمة الله تعالى وبركاته ابتداء فعلا أنا دخلت الآن قبل ثواني على برنامجكم الموقر إذا ممكن إعادة للسؤال لأجل أن أكون على الجريان وأكون معكم في المعنى لا بأس هل جاءت هذه الزيارة أو واحد من أهداف هذه الزيارة هو لطمأنة حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة وأيضا أخذ يعني تعهد ربما بعدم التعرض لقواتها العسكرية من قبل فصائل بعينها أي زيارة تقصدون جناب الأستاذ زيارة وزير الدفاع سيد نعم وزير الدفاع الأمريكي نعم واضح 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 بلا شك تداعيات سياسية كثيرة وكبيرة في المنطقة وبنفس الوقت تصحب هذه التداعيات السياسية تداعيات أمنية وأخرى اقتصادية بالإضافة إلى قضية عالمية كما هو في أوكرانيا وغيرها كل هذا تستدعي من القادة الأمنيين والقادة السياسيين إلى حركات كبيرة لو لم من الحركات وحركات مكوكية الكل ينظر إلى مصالحه بلا شك ولأو نحن في العراق ننظر إلى مصالح مصالحنا الوطنية أولا وبالذات وثبات مبادئنا وقيمنا هذه من الأصول الأساسيات ثانيا والعرض ترشيد العملية السياسية فبلا شك وزير الدفاع أو معاون وزير الدفاع لما يأتي بالعراق هناك ضرورة من الضرورات التي تظهر على الأفق وبشكل آخر يريد الفهم والتفاهم مع الواقع السياسي العراقي ما هو الموقف ما هي مقدار الزاوية الذي نختلف أو يختلفون بها السياسة العراقين مع الأمريكان ومن ثم من أجل أن يرتبون الآثار والنقاط على تلك المواقف إذا كانت مواقف أمريكا إزاءنا مواقف فيها شيء من الإيجابية بلا شك ستكون هناك مواقف للواقع العراقي للسياسة العراقية بمقدار معين هذا الإيجابية المهم للساسة والقادة العراقيين والشعب العراقي قيم وأهداف وأخلاق ومثل ومصالح لا يمكن تجاوزها والأخرى ممكن أن يكون هناك شيء من الانسجام وشيء من التفاهم والتعارف على تلك المطلوبات نعم نعم سيد سيد سيف ذكر أوستين بالمؤتمر الصحفي قال يجب أن يكون أو نكون قادرين على العمل بسلامة وأمان لتنفيذ دورنا الحيوي لتقديم المشورة للقوات العراقية وكان معرض حديثة يشكر السيد رئيس الوزراء وأيضا وزير الدفاع السؤال هل هناك إمكانية في إقناع الفصائل المقاومة من التعرض للقوات الأمريكية يعني حقيقة هذا اللي هو ديواجه حاليا السوداني هو هذا الخطر الصعب اللي ديواجه السوداني اليوم إذا احنا نجي على فصائل من ضبطة تحت هيئة الحشد الشعبي هذه تغضع إلى القانون وتغضع إلى القادر العام للقوات المسلحة وموجود بها أمين وبها رئيس أركان الحشد ممكن هو أن يضع حد قبل أن يضع حد أي أحد أنه في تدخل في حال صارت عمليات ضد القوات الأمريكية لكن اليوم دي نتكلم على 15 فصيل مسلح موجود في الساحة العراقية وفي الساحة السورية خارج إطار هيئة الحشد الشعبي وخارج إطار القانون فهل سيلتزم هذه الفصائل بما يطرح مشروع السوداني من محاولة عدم جر العراق على طرف محدد وبما يتي إلى عواقب منها قد تكون أمنية واقتصادية وأيضا سياسية وأثارها تصير على المواطن العراقي هذا اللي حاليا ديعاني من عنده حكومة السوداني أيضا داخل الإطار التنسيقي هناك من يرى بأن زيارة وزير الدفاع تعتبر بدون تبليغ السلطات كما أشاروا في عدة تغريدات إلهم وبيانات وأيضا بدون استقبال رسمي دبلوماسي يعتبر تدخل سافر في سيادة العراق وإحنا شاهدنا اليوم زيارة الأوستن في بغداد مختلفة عن زيارة الأقليم كردستان وهذا يطينا نأخذ هذا الأمر من ناحية أخرى سمعت الكثير من التقارير في ولاية المتحدة الأمريكية تشير بأن وزارة الدفاع وأيضا وزير الدفاع ليس لديه الثقة الأمنية في الحفاظ على نفسه بنزوله في بغداد مثل ما نزل في أقليم كردستان لهذا لقينا الاحتفال والبروتوكول الرسمي موجود في أقليم كردستان وما موجود في بغداد اليوم أيضا داخل الإطار التنسيقي هناك من يرى بأن هذه الحكومة يعني هذا يأكد أنها غير معلنة استاذ سيف والله أنا تصريحات المكتب الإعلامي والتابع لرئيس الوزراء يقول لك احنا عدنا علم لكن التقارير الأمريكية تقول لك كانت زيارة غير معلنة حفاظا على أمن وزير الدفاع هذا اللي أحكي أنا من الجانبين الإعلام الحكومي والإعلام الأمريكي وبقى هو الشعب المن يريد يصدق خليه يصدق اليوم أيضا نجي نأخذ الأمور من ناحية أخرى الوضعية في الجمهورية الإسلامية ليست كما قبل اليوم هناك تهديد إسرائيلي لشن هجومات على الجمهورية الإسلامية وأيضا يتخوف الإدارة الأمريكية من ردة فعل عراقية من بعض الفصائل المحسوبة على الجمهورية الإسلامية فلهذا أيضا أرادت الإدارة الأمريكية من خلال وزير الدفاع وحكينا عن تاريخه وشنو كانت علاقته في الشرق الأوسط وفي العراق لهذا أراد وزير الدفاع أن يصال رسالة أمنية وأيضا تطمينات أرادة من الحكومة بل هل هناك سيكون رادع في حال أنه الإسرائيليين شنوا هجمات بمساعدة الأمريكان ضد الجمهورية الإسلامية رغم أني أختلف بأنه مثل ما يروج البعض أن هناك حرب ضد الجمهورية الإسلامية ماكو حرب كل تقارير اللي أشوفها وكل الدراسات اللي بحثت عنها والبحوث تأتي والمعطيات الميدانية ممكن أن نرى شيئا بسيط ممكن قد استهداف مفاعل أو مفاعلين فقط يعني ضربات خاطفة ضربات خاطفة ليس هناك حرب على الجمهورية الإسلامية أستاذ سيف في وجود عجز واحتياج نفطي للدول العالم وأيضا سيطرت الجمهورية الإسلامية على مضي قرمز تريد تقول أستاذ سيف أنه يردون المنطقة تكون هادئة حاليا حاليا لأن جمهورية الإسلامية واقعية راح نكمل معك أستاذ سيف خلي نتحول مع أستاذ محمود أستاذ محمود بما أنه تحدثنا على شكل علاقة ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وجنابك وصفتها بأنها غير واضحة يعني كانت الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بالاتفاقيات هذا السؤال حل كانت متفقة يعني اللي وقعت مع العراق سواء اتفاقية صوفة أو اتفاقية الإطار الاستراتيجي يعني مثلا عندك قضية ترسيم الحدود مع الكويت التوغل التركي واحتلاله لأراضي كثيرة بشمال العراق هناك مطلوبين للقضاء العراقي متواجدين في الأردن وغيرها هل كانت أمريكا ملتزمة يعني فضلا عن قصفها للقوات العسكرية يعني مثل الشرطة الاتحادية وحتى الحجد الشعبي أمريكا أخلت بالاتفاق الاستراتيجي أساسا وهذا واضح يعني لسببين يعني سبب الأول الطبيعي أن تخل أمريكا بالاتفاق لأنها أمريكا والسبب الثاني لأن الطرف العراقي لم يكن بالمستوى المقبول هاي الأولى ما فهمتها ممكن يعني توضحها لأنها أمريكا يعني شون يعني سياسة أمريكا على الأقل في العقود الأخيرة سياسة انتقائية في تطبيق اتفاقياتها وتعهداتها إلى الدول هناك انتقائية واضحة يعني حتى في تعاملها مثلا مع الدكتاتوريات في العالم حتى في تعاملها مع الأمن الدولي هي عندها انتقائية يعني مثلا تجدها في بقعة جغرافية ما تحارب الإرهاب وفي بقعة جغرافية أخرى تغض النظر عن الإرهاب فالطبيعي أن تخل أمريكا بتعهداتها لأنها أمريكا هذا اللي يقصده الطرف السبب الثاني هو السبب المتعلق بالعراق لأن المفاوض العراقي لم يكن بالمستوى الحقيقي لإلزام أمريكا والسبب اللي يخلي هذا المفاوض مو بهذا المستوى لأن احنا نقول دائما أنه أي تعامل خارجي مع العراق لازم يحط باله إلى أي مدى هاي الطبقة السياسية هي تمثل انعكاسا لشرعية شعبية حقيقية ما هو أنت مثل ما ذكرت لك بيتك الداخلي ممرتب لا شرعيتك الشعبية ونظامك الديمقراطي واصل إلى مرحلة بحيث أنت توصل تكون معبر عن الشعب العراقي وعن إرادته لا إن شاء الله مستقبل أن يترتب أستاذ محمد إن شاء الله هذا نعمل عليك لا تتفقنا يعني بس أكمل فكرة لا تسمح لي لا تكمل فكرة لا تسمح لي خاصة يعني مثل جنابكم ونعرف يعني التوجهات اليوم يعني متفقين مع بقية القوى السياسية أنه أمريكا يعني شر مطلق هس أمريكا شر وكل ما يأتي من خارج الحدود لأجل مصالحه أمريكي شرقي غربي هو شر هذا ما نتعامل به انطلاقا من مبدأ المواطنة نتعامل مع العراق بصفتنا مواطنين ونقول ما أي خطر يحدن يعني أي خطر يواجه العراق من خارج الحدود هو شر هس بغض النظر عن مناقشة إطلاقية هذا الشر وهو مطلق أم لا ولكن أرجع وأقول المفاوض العراق لم يكن بالمستوى لأنه لم يمتلك الشرعية الشعبية الكافية إذن ما المطلوب مننا لنتحدث بحلول عملية إحنا لا نبقى فقط نشخص أخطاء إذا ردنا نتحدث بحلول عملية نقول يا بخلي ترتب البيت الداخلي شون يترتب البيت الداخلي؟ أولا النخب السياسي اللي موجودة في السلطة خلت تجمع على سياسة وطنية خارجية سياسة وطنية خارجية بمعنى أنه أميركا لا تنظر إلى العراق بصورة كردية وبصورة سنية وبصورة شيعية نريد أن نصل إلى مرحلة بأن أميركا وكل دول الخارج تنظر إلى العراق بأنه عراق أن يتم التعامل معنا انطلاقا من كوننا عراقيين وفقا لمصالحنا وسيادتنا هذا اللي يلازم نوصل له فالقوة السياسية اللي موجودة بالسلطة من أسباب معارضتنا إلهم ومؤاخذاتنا عليه أنه هذا الشرط مبقود في السياسة الخارجية سؤالك لسيد فرات سيد فرات متى تنظر الولايات المتحدة الأمريكية للعراق بنظرة واحدة يعني مو مثل ما تفضل أستاذ محمود أنه تنظر إلى أجزاء كرد سنة شيعة وأيضا يعني ممكن العراق اليوم سيد فرات ينجح في خلق علاقة متوازنة مع دول الجوار في ظل هذه الظروف نعم نبدأ من السؤال الثاني حكومة الأخ السيد السوداني بدأت بخطوات موفقة وموفقة جدا وأعتقد أتفكر في شيء جزء من تحقيقه ومقدمة لتحققه فنشهد على الساحة العراقية السياسية وبقية الساحات الأخرى هناك خطوات سليمة والاتجاه الصحيح لحكومة السيد السوداني وبنفس الوقت في العراق في العلاقة الإقليمية والعلاقة العالمية على مستوى السياسة والاقتصاد والأمن أما بالنظرة لأمريكا مهما كان موقف أمريكا فلا يمكن لنا وليس من الصحيح أن نطمئن كامل الأطمئنان بهذه المواقف بالرجوع إلى القاعدة كفى ما مضى مخبراً عما بقى وكفى لذوي الأجباب ما جربوا جربت أمريكا لا يهمها إلا مصالحها وهي مستعدة وعلى استعداد كامل أن تلغي ولا تنفذ ولا تنصاع إلى قوانين الأمم المتحدة والقوانين الدولية إذا تعارضت مع مصالحها ويأتي هذا من الجبروت والعنفوان الذي تعتقده هي ونعتقد هذا الجبروت والعنفوان نحن الآن نعيش فلك أفوله وأيام أفوله إن شاء الله ولنا أدلة وإشارات وإمارات على ذلك كثيرة تستوحى وتستنطق من الواقع السياسي العالمي فليس من الصحيح الأطمئنان إلى الموقف الأمريكي علينا أن نتعامل بحذر شديد والموقف الذي يصب في صالح المصلحة الوطنية والواقع المنطقة لا بأس أن نقف إزائه موقف بمقدار ما هو ولكن بحذر وحذر شديد ولا يمكن أن تنظر أمريكا للواقع الإراقي كواقع كل وواحد لأنها هي التي ومن البداية من بداية السقوط من بعد سقوط النظام السابق هي التي أسست إلى هذه التفرقة من قبل سواء أوباما أو قبل أوباما وكذلك المرشحين ورؤساء الجمهوريات الأخرى بالإضافة إلى المستشار أو السفير الأمريكي الأول هو الذي وضع هذه التجزئات وهذه الإثنيات وهذه التقتلات وهذه التسميات بالإضافة إلى بايدن الرئيس الأمريكي هو الذي نادى إلى تجزئة الواقع الإراقي قبل أن يكون رئيسا للدولة الأمريكية إبان كونه مستشار أو إبان كونه أحد وزراء أمريكا في ذلك الوقت أو الأمن القومي في ذلك الوقت على كل حال الحمد لله الواقع الإراقي السياسي بدأ يتحرك إلى ما هو أفضل وكذلك الأخ السيد السوداني يعلم ويعلم جيد جدا أنه المشاكل لا تحل مجتمعه تحل واحدة بعد الأخرى وعليه وبدأ يختار المشكلة التي يبدأ بحلها أولا لأجل أن ينتهي من حلها لينتقل إلى حل مشكلة أخرى وبالأخير نصل إلى واقع سياسي قليل المشاكل إن شاء الله وهذا ما نأمله وانا الضغوطات علي الرجل ضغوطات كثيرة سيد السوداني نعم الضغوطات كثيرة ولكن هو رجل يعني الضغوطات داخلية فضلا عن الضغوطات الخارجية سيدنا راح نرجع لك بس خلي نسأل شك أستاذ سيف قبل قليل جنابك استبعدت ضرب الجمهورية الإسلامية حاليا يعني بهذا الوقت أنا أريد أسألك يعني ترسمنا سيناريو باعتبارك خبير استراتيجي لكن يكون واقعي يعني حول شكل وموقف العراق في حال لا سامح الله تم الاعتداء على الجمهورية الإسلامية أقصد الموقف السياسي وأيضا على المستوى الشعبي يعني ممكن ردة الفعل ما ممكن أحد يتوقع حسب حجم ونوعية الهجوم اللي صارت لكن أنا من طرحة الفرضية أنه ماكو هجوم لأنه إحنا اليوم إذا أريد نجي الجمهورية الإسلامية متحكمة في مياه الخليج وتقريبا تقريبا يعني ثلث النفط والغاز اللي دي يطلع من العالم للعالم تتحكم به عن طريق مضيق هرمز وأيضا من خلال الحوثيين متحكمة في باب المندب إذن المنافذ الرئيسية لتصدير الغاز والنفط هي تحت مرمى الجمهورية الإسلامية وكلنا نعرف بأن جمهورية الإسلامية لديها باع طويل في حرب الناقلات والألغام وغيرها يعني من أبان الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات إذا نجي اليوم الإدارة الأمريكية ليش حاليا تريد يتنفذ ميناء البصرة العقبة وهذا اللي دي رفضوا بعض قوى الإطار وأيضا جمهورهم لأنه هذا يعتبر الجمهورية الإسلامية تعتبر ميناء العقبة البصرة يهدد الأمن القومي الإيراني أيضا دول الخليج حاليا تحاول أن تغير مسار تصدير النفط عن طريق سلطنة عمان والمحيط الهندي إذا ذني ما صارا فما لح تقدر تشن أي هجوم لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا إسرائيل لأنه لح تصير عبارة عن عجز بالعالم نفطي وغازي وهذا اللي حيأدي إلى تضاربات اقتصادية كبيرة لا يمكن لأي نظام نتحملها فإحنا نجي واقعيا نأخذ أنه ممكن أنه تنفذ عملية خاطفة يعني تعتبر على أي مفاعل نووي لكن أيضا الجمهورية الإسلامية لديها سياسة في التعامل مع الإدارة الأمريكية وكنا شاهدنا من ارتفع تقارير جتي على تخصيب اليورانيوم أنه صعد لـ 83% اتحركت الجمهورية الإسلامية من خلال إعادة الحوار مع مفوضين الخاصين باللجنة المشرفة على الاتفاق النووي وأيضا أعطوهم تضمينات وقالوا لح نرجع الكاميرات ننصبها وتعالوا راقبوا من جديد من أجل أيضا أخذ بعض الوقت أخذ بعض الوقت أنه ميردون أنه تصير فدهجوم حاليا على الجمهورية الإسلامية وخاصة هناك ثورة في الداخل وأيضا نظام غربي بدأ ينبذ حكومة طهران لهذا تحاول الجمهورية الإسلامية باللعب على أكثر من حبل وأكثر من طرف من أجل البقاء الوضع كما هو عليه لذا نقول إحنا هناك هجوم لأنه تاريخيا كلنا نعرف الكيان الصهيوني من أراد بوقت النظام السابق بناء مفاعل تموز ضرب وأيضا سوريا من أرادت أيضا هم ضرب فإذن لا تتوقع بأنه الجمهورية الإسلامية وإسرائيل موجودة وأمريكا بأنها ستجعلها تصنع القنبلة الذرية والوصول إلى نسبة التقصيم التي يؤهيها بالعمل بالإضافة أنه خلال هذه الفترة تدرك الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بأن الجمهورية الإسلامية استطاعت أن تصل بالتفوق في ملفين وهو ملف المسيرات وملف أيضا الصواريخ البعيدة المدى لذا دنشاهد هناك ترقبات جديدة وهناك أيضا مناورة جديدة بين الأمريكان وبين السعوديين بالتصدي لسيناريو خاص بالمسيرات يعرفون أنه أي هجوم قوي ممكن تشنه لحيأثر بالمنطقة كلها على جميع الموانئ وجميع الأمور لذا إذا لم يكن ينفذ خط مبوب بصر العقبة وتغيير الخط الاستيراتيجي الخاص بالنقل النفط والغاز من دول الخليج بعيدا عن مضيق خرمز عن طريق سلطنة عمان أو محافظة حظر موت اليمنية إلى طريق المحيط الهندي لن يكون هناك شهر حرب على الأراضي الإيرانية طيب أستاذ سيف نحن حتى نوزع الوقت بشكل عادل وأيضا الوقت داهم نبقى سؤال أستاذ محمود بما أنكم قوة سياسية ناشئة بالعملية السياسية اليوم العراق شو تشوفونه يعني العراق اللي أصبح قبله للمسؤولين من دول العالم خاصة الدول العظمى يعني شهدنا قبل الأيام القليلة الماضية زيارة وزير الخارجية الروسي وأيضا من بريطاليا ومن طهران وقبل زيارة أوستين كانت هناك زيارة مهمة لسيد قوتريش يعني هذا شي يعني بالنسبة لكم بصراحة الوضع الطبيعي للعراق أن يأخذ هذه المكانة الاستراتيجية المكانة السياسية في العالم ولكن قبل هذا أساسا لنتفق إلى أي مدى هذا الازدهار إذا سمي ازدهارا على مستوى السياسة الخارجية أو لنقول ونكون منصفين بأن هناك عودة للعلاقات الخارجية وإنهاء للقطيعة في السياسة الخارجية من قبل العراق مع دول الأقليم والمجتمع الدولي جيد هناك تواصل لكن إلى أي مدى هذا التواصل سينعكس على الداخل العراقي هذا ما يهمنا عندما يكون العراق قويا من الداخل سيكون قويا من الخارج سيكون قادرا على الجلوس على طاولات التفاوف أنا لا أدري لماذا يتحدث العراق أو بعض القوى السياسية تريد تقديم العراق على أنه فريضة بأن دولتين من الصارعات وهو يدخل الطرف الصالح حتى يصاروحهم ما يقول لك بحكم موقع الجيوس جيد جيد أنا هذا أيدي ولكن إش وقت أيدي لمن بيت الداخل مرتب من بيت الداخل مرتب بكل فخر سأصفق وأرفع القبة على كل سياسة عراقي يؤدي دورا سياسيا خارجيا بشرط أن يكون هناك عراقا وطنيا ديمقراطيا يحترم الحقوق والحريات هذا ما يهمنا باختصار هذا عندك لأن أريد أن أتحول أختم مع سيد فرات الشرع هو هذا اللي قلت لك يا عراق وطني ديمقراطي يحترم الحقوق والحريات يحترم الحقوق والحريات إن تحقق سنكون أقوياء خارجيا خلينا نتحول مع سيد فرات سيد فرات إذا تسمعني وصول إيران إلى 83% من برنامجها النووي يعني هو من دفع الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال وزير دفاحها أم هو فعلا لضمان عدم التعرض لقواتها العسكرية فقط هناك أوامل وأسباب كثيرة مجتمعة مرة منها قديمة ومنها حديثة ولكن يمكن أن يكون السبب الأب والسبب الرئيسي والأساسي هو الذي تفضلتم به وصول الجمهورية الإسلامية إلى هذه النسبة من التخصيب في اليورانيوم والتي تعتبر نسبة عالية متقدمة وإن شاء الله لا يفصلها إلا أيام وقد حازت على امتلاك القنبلة النووية أريد القول أن الجمهورية الإسلامية ليس كبقية الدول لعله هناك من يستهجن هذا الكلام الذي أريد أن أقوله لكم وأسيقه لا نسامعكم الكريمة ليس كبقية الدول التي تجرأ أمريكا لضربها أو إسرائيل أمريكا وإسرائيل إذا أرادت أن تتحرش أو تضرب للجمهورية الإسلامية تحسب حساب وألف حساب للقوة التفاوضية والقوة المعلوماتية الاطلاعاتية بالإضافة للترسانة العسكرية والمخازن من الأسلحة سواء كانت المسيرات والصواريخ الباليستية وغيرها كثيرة مما لم يؤلم بالإضافة إلى اتساع رقعتها وأثارها الطيبة في المنطقة هذا كله يحسب له حساب وألف حساب من قبل الأمريكان ومن قبل إسرائيل لهذا فهي تتحرك سياسيا من باب الأولى ومن باب أفضل ويمكن أن يكون تحرك الوزير الفلاني أو المستشار الفلاني من قبل أمريكا للمنطقة وللعراق من أجل استفهام أكثر ومن أجل الاطلاع أكثر ومن أجل اطمئنان أكثر ومن أجل أن يكون له دور في التنسيق مع هذه العلاقات ليحصل على اطمئنان بنسبة معينة السيد فرات الشرع كنت معي عبر سكايب محافظة البصرة شكرا انضمامك معنا شكرا لكم وأيضا الخبير الاستراتيجي سيف رعد أنا أشكر تواجدك معنا والأستاذ محمود حميد من المكتب السياسي لحركة نازل آخر حقي شكرا لكم ضيوفنا الكرام وأنتم أحبتي أشكر لكم حسن المتابعة والأصغاء ألتقيكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى إيمان الله شكرا لكم